السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم في هذا الفيديو إن شاء الله جئت لكم بموقع خرفي صراحة والمنافسة الآن تشد بين جميع المواقع هذا الموقع يعطيك فيديو جاهز بأطول وقت ممكن وصورة مسغرة ونص وهاشتاغات وسكريبت والصوت كل شيء جاهز سيسهل عليك الأمر في بداية المحتوى الذي تريد والنيتش الذي تريده أيضا ما عليكم سوى تطوير هذه الأفكار واستغلالها بشكل صحيح كذلك لدي موقع آخر دفعت له منذ شهر وأنا في لائحة الانتظار لكي أقوم بتجربته البارحة جاءني إيميل لكي أقوم بالبدء بتجربته موقع صراحة من عالم آخر سوف أشاركم معكم تجربة في الفيديو القادم إن شاء الله موقع صراحة سوف يعجبكم مئة بالمئة ما عليكم سوى مشاهدة الفيديو إلا الأخير دعما للقناة ودعما لمجهودتنا إذا كان يعجبكم هذا المحتوى شكرا لكم لا تنسوا اشترك وتفعيل الجرس لننتقل مباشرة إلى الشر أول شيء نقوم بالذهاب إلى جوجل نقوم بكتابة motion.com في الأعلى نضغط على الرابط الأول هذا هو الموقع الخاص بنا بعد ذلك ينتقل بنا إلى هذه الواجهة كما تشاهدون هذه الواجهة بسيطة صراحة في الجانب لدينا إذا أردت أن تقوم بإنشاء تروادي آنيماتي لكن على شكل تروادي أي ثلاثة الأبعاد باستعمال بلندر وهذه الموقع التي تدعم خاصية تروادي أو ثلاثة الأبعاد لكن لا يهمون الأمر في هذا الفيديو سوف أذهب بكم إلى الجانب create story for free أي إنشاء قصص بالذكال الاصطناعي مجانا نقوم بالضغط عليها ثم بعد ذلك ينتقل بنا إلى هذه الواجهة الآن نحتاج بها تسجيل بأليمي الخاص بنا بالطريقة الاعتية ديها بعد ذلك ينتقل بنا إلى هذه الواجهة ثم هناك مشاهدون لدينا generate for prompt ثم في الأسفل سوف تجد gallery بعد القصص الموجودة هنا يمكنكم تصفحها لمشاهدة أيضا العينات إنشاء هذا الموقع وفي الجانب لديك الخطة المجانية 200 نقطة يتم إعطائك إيها مجانا ثم سوف أذهب إلى generate في كل بساطة ويمكنك الضغط على generate for prompt أي بين مجان عن طريق المطالبة وهذه الواجهة ينتقل بك إلى هنا هنا لدينا مكان إدخال المطالبة ثم في الأسفل لدينا مكان اختيار size ثم اللغة ثم بعد ذلك لدينا أيضا tone ثم style اختر أي style تريده وفي الأسفل لديك مفاجأة من الموقع يتم إعطائك أفكار ونبدأ على الموقع أفكار ومطالبة ثم عليك توضغط على ينتقل بك إلى هنا المطالبة ثم تقوم بالضغط على generate أفكار جائزة لكن لن أقوم بهذا كمثال إذا لم تقل لديك فكرة سوف أستعمل J-Money أو Charge GPT أو Reka AI أو أفكار من عقلك لذلك سوف أقوم بطلب من J-Money الآن أعطيني قصة عائلة تذهب في رحلة إجازة إلى باريس مع نهاية سعيدة أرغب في إنشاء مقطع فيديو على اليوتيوب أظن أن الفكرة واضحة والموقع سوف يفهم الفكرة التي أريدها الآن سوف يقوم بإعطاء مقدمة والمشاهد المشاهد الأول والثاني والثالث والرابع لكن الموقع لا يفهم اللغة العربية لذلك سوف أعود وأطلب منه أن يقوم بإعطاء هذه القصة باللغة الإنجليزية أو يمكنك أخذ القصة باللغة العربية وتحويل أو ترجمة الآن سوف أقوم بعمل نسخ بكل بساطة ثم سوف أعود إلى موقع موشن سوف أقوم بوضع القصة في مكان بكل بساطة ثم سوف أنزله أسفل سوف أبدأ أولا بتحديد الصيز الذي أريده سوف أبدأ بالصيز الخاص باليوتيوب أقوم بتحديد 6.9 ثم اللغة سوف أقوم بتحديد اللغة الإنجليزية الموقع بها اللغتين اللغة الإنجليزية واللغة الإسطينية ثم هنا سوف أقوم بتحديد كمثال children بكل بساطة سوف أقوم بتحديدها ثم هنا سوف أقوم باختيار style لدينا styleات المجانية والstyleات المدفوعة سوف أبدأ كمثال بدل أنيمي سوف أبدأ بطرواة دي كارتون ثم هنا تبقى له سوى الضغط على جنيريت فقط قليلا حتى يتم إنشاء القصة الخاصة به وكما تشاهدون هذه القصة عبارة عن صور كما تشاهدون يمكنك تغيير أي صورة أو أي مشهد إذا لم يعجبك فقط تقم بالضغط عليها ويتم تغيير الصورة بكل بساطة في الأعلى أيضا تم إعطاهك عنوان لأعلى قصة مثلا نفترض لم تريد هذه المشاهد وتريد تغييرها سوف أقوم الآن بعمل على جميع الصور كما تشاهدون تم تغيير لجميع الصور بضغطة واحدة الآن سوف أقوم بالضغط على next الآن هذه الخطوة مثلا التايتل الخاص بالتايتل يمكنك اختيار ما تريد كذلك الترجمة يمكنك اختيار أيضا الترجمة الخاص بها التي تريدها كذلك الصورة المصغرة إذا كنت تريدها بخلفية سوداء أو بخلفية شفافة أو بخلفية بيضاء كذلك لديك أيضا تأثيرات هنا كأنك تعمل على كابكارت صراحة كل شيء موجود في هذا الموقع وأيضا لدينا الترونجيشن أو انتقالات التي سوف يتم وضعها فيها الفيديو اختر الذي تريد ثم بعد ذلك إذا نزلت إلى الأسفل بعدما تقوم بتحديد أي شيء لديك أيضا voice over لديك إمكانية اختيار الصوت الذي تريد اختر الذي تريد صراحة وقوم بتجربة أي صوت قبل اختياره بعدما تتأكد من أن جميع الإعدادات جيدة ما تبقى لنا سوى الضغط على composite من الجانب الآن سوف انتظر فقط قليلا كمشاهدون ينتقل بنا لهذه الوجهة هنا لدينا ملخص القصة والعنوان فيها الأعلى أيضا والsize وعدد المشاهد الموجودة فيها القصة 14 والملخص كما قلت لكم ثم هنا لدينا أيضا الهاشتاق أي كل شيء متوفر لك ما عليك سوى أخذ ونسخ ووضعه في وصف الفيديو الخاص بك على التك توك أو اليوتيوب أو انستغرام أو الذي تريد صراحة الأمر سهل وبسيط والأجمل من ذلك لديك الفيديو في الأسفل والتنبنل أو الصورة المصغرة والصور التي تم استعمالها في الفيديو اضغط الآن على فيديو سوف يتم تحميله بالsize الذي تريد كذلك الصورة المصغرة جاهزة صراحة اقوم بالضغط عليها أيضا وهذا هنا أيضا سوف اقوم بالضغط عليها سوف يتم إعطائك الصور أو المشاهد التي تم استعمالها في الفيديو وكذلك على شكل كل شيء أمامك مشاهدون هنا لدينا الصورة المصغرة إذا قمت بالضغط عليها هذه هي الصورة المصغرة هنا أيضا لديك إمكاني التغيير الجملة الموجودة هنا في وسط الصورة إلى الأسفل ثم هنا لدينا أيضا الفيديو يمكنك أيضا الدخول إليه وهنا لدينا المجلد الخاص بالصور إذا قمت بفك الضغط عليه كمشاهدون قام بإعطائي جميع الصور والمشاهد إذا أردت أن تقوم باستعمالها مرة أخرى التي تم استعمالها في الفيديو 14 مشهد التي تم إشاء به هذا الفيديو وهي موجودة هنا كذلك لدينا هنا بلوك نوت تم توفيره فيه ملخص وفيه سكريبت الذي سوف يقال في الفيديو هذا السكريبت تذكره سوف أريكم في المثال القادم كيف سوف نقوم باستعماله وتحويله إلى اللغة العربية الآن عدت إلى البداية سوف أقوم بالضغط على جينيريت فوربرونت الآن لأستعمالات جاي ماني سوف أذهب إلى الأسفل سوف أقوم باختيار فكرة من الموقع مثلا خمسة حقائق حول الطبيعة بهذا الشكل ثم سوف أنزل إلى الأسفل ثم سوف أقوم باختيار الصيز الخاص بهذه الفيديوهات القصيرة لتك توك وإنستغرام سوف أقوم باختيار 9 على 16 أترك اللغة الإنجليزية ثم سوف أقوم بتغيير مثلا سوف أقوم باختيار هذا الاختيار في الأعلى ثم كذلك سوف أقوم بتغيير الستيل سوف أقوم باختيار مثلا أنيمي أو روترو وكوميك أو فوتو غياليستيك هذه الستيلات المجاني سوف أتركه على فوتو غياليستيك ثم سوف أقوم بالضغط على جينيريت أنتظر فقط قليلا وبنفس الطريقة سوف يقوم بإعطائي صور هذه المشاهد يمكنك تغيير أي مشاهد لم يعجبك قم فقط بتغيير المطالبة أدون عن فكرة واضحة بعدما تتأكد من كل شيء جيد قم بالذهاب إلى الأعلى وقم بالضغط على Next وهنا أيضا قم بإتمام إعدادات الخاصة بالفونت وكذلك تومبنل وكذلك التأثيرات والانتقالات وفويس أوفر عندما تتأكد وتقوم بإتمام كل شيء كذلك سوف نقوم بالضغط على Composite ثم ينتقل بنا إلى هذه الوجهة أيضا قام بإعطائي ملخص وهاشتاغات الآن سوف أقوم بتحميل الفيديو والصورة مصغرة هذه المشاهد والصور أيضا يتم إعطائي معها ورفقاتها بلوك نوت فيها سكريبت سوف أحتاجه أيضا الآن بعدما قمت بإتمام هذا الفيديو سوف أريكم الآن إذا أردتم أيضا أن تقوموا بإنشاء فيديو باللغة العربية فقط سوف نقوم بإتمام الفكرة انتلاقا من هذا الفيديو سوف أريكم كيف عندما نقوم بالدخول إلى بلوك نوت الخاص بهذا الفيديو كمثال سوف أذهب إلى السكريبت هذا السكريبت وهو النص الذي سوف يقال في الفيديو ثم سوف أذهب إلى موقع لتحويل النص إلى صوت أنتم تعرفون هذا أو أي موقع آخر قبل هذا سوف أذهب إلى سوف أقوم بعمل ترجمة لهذا النص الآن سوف أقوم بنسخ هذا النص باللغة العربية وأقوم بوضعه هنا فيه لكي أقوم بتحويله بالدكال الصناعي أقوم باختيار الصوت الذي أريد ثم أنتظر فقط قليل الآن حصلت على على أوديو أو صوت باللغة العربية لهذا الفيديو لكن هنا سوف يكون لدينا مشكلة إذا أردنا أيضا وضع هذا الأوديو على الفيديو الفيديو كما تشاهدون إذا قمت بأخذه مباشرة هذا الذي قمنا بتحميله الفيديو به ترجمة باللغتها الإنجليزية أي أنه عندما سوف نقوم بوضع الترجمة اللي خاصة باللغة العربية سوف تأتي الترجمة فقط ترجمة لذلك إذا كنت تريده باللغة العربية فيها الإعدادات عندما تبدأ بإنشاء عندما تقوم بعمل نيكس هنا سوف تدهب إلى مكان التايتل أولا سوف تقوم بعدم تفعيل التايتل كذلك الترجمة سوف تقوم بإزالة الترجمة بهذا الشكل وبالتالي لن يتم إضافة الترجمة الخاصة بالإنجليزية في الفيديو وسوف يصبح بإمكانك تحميل الفيديو بدون ترجمة لذلك بعدما قمت بتحميل الفيديو بدون ترجمة أنتقل بكم إلى كابكات وهذه هي الفكرة الأخيرة والطريقة بسيطة أظن أنكم فهمتون الفكرة الآن سوف أقوم الآن بعمل بتفعيل الترجمة أدام إلى تكس ثم أوتو كابشن ثم سوف أقوم بتحديد اللغة العربية كم تشاهدون ثم سوف أقوم بعمل بأداء الشكل أيضا ثم سوف أقوم بتحديد أي نص هنا كم تشاهدون ثم سوف أقوم بالضغط على تومبلت أقوم باختيار أي تومبلت مناسبة من عندكم وكم تشاهدون الفيديو ليس به الترجمة باللغة الإنجليزية أقوم باختيار لون مناسب بهذا الشكل أخطر الصيد الذي يناسبك ثم سوف أقوم أيضا بالزيادة أيضا في الصوت ثم سوف أقوم بتجربته الآن ثات يوم قبلت الشمس الدافئة سلق خالد ومريم مع طفليهما سارة وعمر في رحلة أحلامهم إلى مدينة باريس الساحرة سارة فتاة فضولية تبلغ من العمر 12 عاما دفن أنفها بشكل دائم في كتب عن الثقافة الفرنسية بينما عمر وهو طفل نشط يبلغ من العمر 8 سنوات وآخيرا ما عليك سوى الآن سوى الضغط على إكسبورت وتحمله بالجودة التي تريد كذلك يمكنك إضافة إفكتات أو فيلترات ثم إلى ذلك يبقى نختيار اختيارك أنا قمت بشرح هذه الطريقة للغة العربية لكي لا يقول لأحد أنه لا يوجد به اللغة العربية فقد تقوم بإضافة بعض التقنيات لا يوجد موقع كامل الآن أغلبية الموقع تدعم اللغة الإنجليزية والأجنبية لحد الساعة لذلك يجب عليك القيام ببعض التقنيات لكي تحصل على ما تريد بكل بساطة وكذلك إذا كانت علامة ما يذكرنا في عمى جموعة من الفيديوهات كيف تقوم بإزالتها لذلك إذا لم تكن تريد إشتراك في خطة مدفوعة قم بهذه التقنيات وإذا انتهت معك النقاط قم بتجديد بإيميل آخر هذه هي الطريقة للعمل في المواقع المدفوعة بطريقة مجانية ما عليك سوى الصبر ونهاية إذا أعجبتكم فكرة أتمنى أن تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل زرات وتعليق نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله السلام عليكم